اول حاجة مش عارفة ليه حسيت من الكرت ده انه يجي جدا في الاول وبعدين الحاجات الحلوه دي انه في نحسة هيتفك يا عزراء في نحسة هيتفك The Tower هو انهيار لشيء غلط شيء فاسد شيء مزعج في حياتك هينهار الانهيار مفاجئ هتحس بالانهيار ده هتشوفه يعني يحل محل بقى الانهيار ده الشمس بقى تطلع والرؤية توضح انا شايفين احسة هيتفك يعني معلش لانه بعد وعلى طول في The World نجاح اكتمال دائرة من كل الجوانب عندك نجاح في كل الجوانب وبسم الله ما شاء الله والشمس طلعت الشمس ابتدته اكيد تحفظه معايا معاني الكروض يعني الصحة يعني الامان يعني سعادة يعني مرح يعني حاجات حلوة قوي ماشاء الله جايلكو نجاح من نجاح لنجاح تاني يعني نجاحين فيها تنجعوا بحاجتين ورا بعض العزراء السناجر هتقبلوا حد بحد هتقبلوه وهيعترف بحبه وان هو عايز يرتبط بيكم وارتباط رسمي يعني مش مش علاقة طياري خالص اه والناس المتزودين ده اتفاق على شريك وانا حاسة ان هو اتفاق على شريك مع الشريك يعني هتقعدوا كده مع الزوج والزوجة تقعد مع الزوج وحتعملوا خطة خطة هتحطوا خطة هتعملوا اتفاق على حاجة حاجة للمستقبل سوري يا رومانسي تعملتها الاتفاق ده خير يا جماعة الاتفاق ده بعده في انتصار فيه طاقة جديدة حلوة جدا طاقة قوة هتقويكو جدا القرارات دي هتقويكو جدا 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 يا عزراء الرومانسية يا سيدي يا سيدي فيه رومانسية حلوة قوي مشاعر جميلة للاثنين استناجل بالنسبة للعلاقة جديدة اللي هما داخلين فيها دي والمرتبطين فيه رومانسية حلوة قوي ده هاي بريستس دي انا بشوف انها ليها معنى من اثنين اما يا عزراء عندك حاجة كنت مخبيها هتضطر دلوقتي ان انت تبوح عنها تبتدي تتكلم بقى وتقول الاسرار اللي عندك هو ممكن مش هرت ان هو يكون سر لان الناس ما بتسمع كلمة سر بتتخط بتقول انها حاجة وحشة يعني لأ ممكن تكون حاجة انت كنت مخبيها فاهمين قصدي معلومة كنت مخبيها لنفسك شالها لنفسك هتبتدي تبوح بيها او هتعرف هنشوف يا مش مشة وكرت ده كمان المعنى التاني بتاعه انه ممكن يكون في شوية حاسس ان انت عايز تقرب من ربنا عن فترة دي يا عزراء شايف ان انت ده هو ملجأك دلوقتي محتاج تقربني ارجوك ما تترددش عايز تقوم باي عبادة عايز تعمل اي حاجة من ناحية ربنا ارجوك اعملها دلوقتي انت محتاج لده دلوقتي فاعلا العقبات اللي انا شايفاها دي افتكر انها ناحية الشريك خليني احط الحتة دي للناس اللي داخلين لسه على الجواز لسه ما تجاوزوش في شوية عقبات عاملات قابله وكل شوية كل شوية تطلع عقبات جديدة اثبت مكانك يا عزراء ما تبقيتش الامل مش معنى انه هو في عقبات وابستيكلز كده في النص انه خلاص لا انا تعبته مش هكمل لا كامل مرسيا كوكي جدا مجرد ما العقبات دي هتوقف في خير كتير قوي جاي خير يعني مش قادر اقولك معنوي ومادي العلاقة دي خير يا جماعة العلاقة جديدة للعزراء داخل فيها دي علاقة حلوة جدا افتكر ان دي علاقة بالسر ده السر ده هيتعرف واضح انه هو هيتعرف وانت بتحاول تهرب تهرب من مواجهة السر ده او محتاج تقرب من ربنا بس بتهرب برده في حاجة من جواك خليك تكسل لأ مش دلوقتي لأ بعدين كمان شوية الحاجات دي في حاجة بتهرب منها يا عزراء لو كان سر فانت بتهرب من مواجهة السر ده او او الحاجة اللي انت بخذ بيها دي انها تنكشف عايز تهرب من المواجهة في الحوار فيها او ان انت بتهرب شوية من الالتزام لحية عبادات معينة تقربك فيها من ربنا بتهرب منها شوية او بتأجلها خلينا اقول بتأجلها كليز ما تأجلهاش ده وقتها على الاقل يعني حمد يبقى ده حمد وشكر للحاجة الوحشة لنهارت في حياتك دي خلص باي باي وحل ما حلها الشمس اللي طلعت دي وبتديت تشوف رؤيتك واضحة واضحة كل شيء واضح وسعادة وصحة وممكن يكون تعب على فكرة كمان يا عزراء وممكن يكون كان في حاجة تعباتك ومأمات جسبيا بس هتصح والنجاح اللي انت في ده لازم ولا يومكو خالص محدش ده من اي حد بيكتب اي كومن سالبي انا بعمله بلوقع على طول لازم تحمد ربنا بقى على اللي حصل ده نصلي كده ومن أجلش اي عبادات نقدر نعملها اوكي وزي ما قلنا السناجر بإذن الله في ارتباط رسمي وعلاقة شكلها خير جدا جدا العقبات اللي حتقابلك اثبت اعند لان ان شاء الله حتكمل ولما حتكمل بإذن الله خير كتير جدا جدا لماذا قال لك حضر يا سمين بس عندك حيرة جمدا ويا زرق خير او شريكك شايفت كده يعني اولا انت مضطرب الفترة دي من ناحية الشريك يعني لان دي علاقة دي راية عاطفية فانت اضطرابك من ناحية الشريك فقط خايف من حاجة لان من حاجة الجوم توتر شوية نفسك الخوف اللي عندك ده يعني ييتأكد ييتمفي يعني يا دا يا دا عايز ايه مش عايز تدي شريكك اي مشاعر ماسك على مشاعرك خالص مش عايز تدي له ولا تنتوفه تقريبا لحد ما تحسن القلق والحاجة اللي انت مش متأكد منها دي اللي مخوفك بالشكل ده عالاقل يعني شايف شريكك ازاي شايفو عارب لها ايه اضحك عليك مش ضحك عليك عارب لها بالبلدي كده واكل بعلك حلاوة يعني انت هو بيقول كلام بس مش ده الواقع انت شايفت ده مش واقع انت مش ده الحقيقة نهو بيضحك عليك مرودك من الاخر يعني عمل لك زي ما تقول ايه غسيل مخ عمل لك غسيل مخ صح يا مينو كل كان بجاب اوكي الطاقة ما بينكم هقول لكم بقى في حد بيزن فودان حد من الشريك بيزن فودانه يعني يعني عمال بيوسوسلو بيوسوسلو لا ده هو مش عارفة ده تهم ده 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 بيخونك ده اكيد بيخونك ده 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 ما تنفعش عارفين في حد بيوقع في حد بيوقع بلكم شايفين البورس ده انا محبش بقى البورس ده بورس ده واحد قاعد جنبك جدا ممكن يكون صديق او حد حد من نمقه وقاعد عمال يزن فودانك يا جوزاء او فودان شريكك حد من كنتم الاثنين شريكك عايز ايه انا مش مصدق تمام شريكك عايز صديق قديم عرفة قديمة يفكر في حد كان يعرفه زماني الله أعلم من الشخص ونفسه يقابل في حاجة مرض او شيء تاعد الشريك عندك وعايز يتعافع منه افتكر دي حاجة جسدية مشكلة صحية يعني ونفسه انه هو يخف منها شايفك ازاي شايفك محتار خالص محتار تماما عشان كده بقولك ايه الحيرة اللي انت فيها دي انت محتار جدا والحيرة بتاعتك شريكك شايفها اوكي يا شايمة عايز اقولك كل اللي عندكو دا المخاوف اللي عندكو دي والحاجات دي كلها انا شايف ان هي مش صحيحة الشريك مش عايز يخون ولا حاجة ولا عايز يبعد ولا ما بقاش يحبك ولا اي حاجة من الحاجات دي بس هو انتو يمكن دخلتو في مرحله فيها الزهق شوية زهقتو محتاجين تجددو عشان كده يمكن هو محتاج يرجع لصحابه القدام او حياته القديمة او هي عايز ترجع لحياتها القديمة مع صحابها وكده في زهق شوية اوكي وده شيء طبيعي لو العلاقة بقالها بقطرة اين كان شكلها العلاقة متوازنة يا جمعة انا شايف ان العلاقة فيها التوازن ممكن يكون فيها توقيع الناس بتوقع ممكن يكون فيها انت عندك شوية مخاوف في دماغك لان العلاقة شايف ان المعاملة تغيرت المعاملة بقيتش زي الاول وده نتيجة طبيعية جدا لو في زهق شيء طبيعي علاقاتكم هتقوى يا جماعة يا عزراء العلاقة هتقوى جدا علاقاتكم ان شاء الله قوية جدا ما بتتهزش ودخلين على مرحلة هدوء وانستجام والدنيا هادية جدا الوسواس اللي عماني وسوس ده ياريت لو هو الشريك ياريت منبوه ارجوك معلش بليز يعني لو ادك نصيحة او ادتك نصيحة ممكن تسمعها وتطلعها يعني خليه يتكلم ملاش تبتعه مع الناس اللي اللي بتوسلوكو دي او بتنصحكم النصايح الجبارة دي لكن ارجوك ما تسمع لهاش ما تسمع لهوش وانتي بليز ما تسمع لهاش لو هي العكس فاهمين قصدي من قمات participated يا عزراء مش على كبيرك تقدم هكمت بس هي إحنا خلصنا القرية اللي عايز رجالها يfriedني الفيديو التشير ، هو موجودة عَ الصفحه هأكد بس على المعلومة الى بينكو المشاكل الى بينكو يا عزراء انت وشركك المشكلة مش فيكو انتو الاثنين المشكلة فحاجات الخالجية منبره سيطروا على الموضوع ده لانتو علاقاتكو حلوة متوازنة جدا ما تسمحوش لحد يدخل بالعلاقة بينكم او يديكم اي نصايح مفيش حد ادرى بعلاقتكم اكتر منكم انتم وانا من موقعي هذا من خلال اللي انا شايفاه لو اللي انا بقول منطبق القرية منطبقة عليكم النصايح اللي بتتقال لكم بدوركم مش بنفعكم فبليز مرسي جدا للنصايح اللي بتتقال لكم شكرا احنا بنعرف نهندل حياتنا كويس جدا كويس متحترش ولا حاجة يا عزراء مجرد مزن ده هيقف الدنيا عندك هتصبت ان شاء الله وحبيبك مش بيكل باعلك حلوة ولا حاجة هو بس يمكن هي دي طريقته يمكن ما بينفسش زي ما بيتكلم ما بيقولش ما بيفعلش زي ما بيتكلم بس ده مش فعنا نبيل حق عليك خالص نقول بقى مجموعة المجموعة التانية من واحد لعشرة سبتمبر العزراء المجموعة التانية من واحد لعشرة سبتمبر وفاوش بجموعة التانية من وليك سبتمبر وفاوش بيكل تانية من وليك سبتمبر وفاوش بيكل تانية من وليك بول لبرة كده بقى بيجي كتير قوي هو ده الموسم بتاع التزاوك او حدا ده موسم تزاوك من الحد يقولي هو كان فيه شهر في السنة كده او شهرين في السنة بيبقى موسم تزاوك خير دعال له خير اه هيتبص له يا زراء لسه ما ناشط تانية حبيبتي لسه هنبتزي الراية بتاعت مجموعة تانية حالا اول حاجة هبتزيها في الراية دي عندك حسد يا غزراء مجموعة تانية عندكو حسد حسد جامل يعني مش عارف اقول ايه اولا رزقكو محسود دي اول حاجة اولا رزقكو محسود اه في الحالة دي شوفوا بقى انتو ممكن الرزق يكون مش كتير لكن حتى الاولاية ده اه مقصوص فيه حد بس يصلك فيه اه بزراء اولاية ازاي عشان تكسر الموضوع ده لازم تطلع حاجة لازم يعني تدي حد تدي تساعد حد لان ان شاء الله هيزيد بقى الحالة دي هيزيد ان شاء الله والحسد والمق مش عايزة اقول نحس تلبث لتوني الكلمة والحسد اللي عمد ده يروح اوكي الحالة دي عندك مش مستقرة طالعا نزلة بس انت قوي يا عزراء او ما بيفرقش معاك انت صلق شخص صلق وعندك طاقة كمان هتجيلك طاقة جديدة كمان الشهر ده هتقويك اكتر ولا يفرق معاك الموجود بيكفي حياتك تمام ما عندكش مشكلة قصوا يا جماعة اللي داخل مشيع من برج العزراء الفترة دي ارجوك ما انت متخشش اي مشاريع دلوقتي ارجوك انا شايفة خسارة في خسارة وخسارة خلوس اللي داخل مشروع عزراء دلوقتي ما يدخلش حاجة دلوقتي خالص يوقف الناس قلنا المرتبطين الكارت ده بالنسبة لهم برضو هيتبقوا على حاجة هيعملوا خطة خطة المال والخطة دي فيها سرعة هتاخدوا قرار اللي هو يتنفس حالا يتنفس دلوقتي مش اللي هو خطة كمان شوية هيتنفس حالا بس الحركة اللي هتمروه دلوقتي هتأثر عليكم بقيت حياتكم قرار هتاخدوه دلوقتي طيب نصيحة برضو العزراء فليس ما تاخدوش قرار دلوقتي انا كارت ده محاوشني فليس ما هتش ياخد قرار دلوقتي لو انتو ناويين مثلا متفكروا انت وزوجتك او انت وبوزك تشتروا مثلا شقة تسافروا معرفش تروحوا فين تشتروا ارض تعملوا حاجة من الحاجات الجاملة دي تفهمين قصدي حاجة حاجة هتأثر علي حياتكو فيما بعد ما تاخدوش قرارات دلوقتي اولا لغاية لما العين دي تروح ونعدي حتة الخسرة دي الشهر ده عدوه ما تاخدوش دولة قرارات ولا تعملوا حاجة خالص بليز يا عزراء انت راكب ورايح على حاجة بسرعة ومندفع ما هو دلوقتي ده دلوقتي يا روعة دلوقتي ما حدش ياخد قرارات ما حدش يعمل اي خطوة بليز وقفوا كل حالة دلوقتي انت مدفع على حاجة بسرعة جدا وفي زعن في زعن ويعني حسن حسن حصل جوه ذاتك كده يعني هو هتدعب بليز قرارات مشاريع بليز هو شهر وقفوا بس الشهر ده بس في مشاعر حلوة جديدة جيالك يا عزراء الناس بحب جديد مش شعر قويه جدا جدا والناس اللي متجوزة في مولود جديد برضو الكارتة ده مش طرف تكون موجود لك انت ممكن يكون حد قريب منك بس انت كنت مستني الخبر ده زيك زي صاحب بيلي بسرط هتفرح ديه جدا جدا او ممكن يكون انت شخصية اي رومانسية برضو الشريك شايف الدنيا عنده تمام الناس في السناجر لسه مرتبطوش في ارتباط وارتباط يعني جدي وممكن تكون خطوبة كويس جدا كويس جدا يا سارة لو انتوا نوين تعودوا قاعدة وتاخدوا قرارات مصرية محدش ياخد قرارات دلوقتي خالص ممكن تفكروا بس محدش ينفذ لا تاخدوش خطوة دلوقتي ليه؟ ممكن في حاجة هتبلكوا قدام فاهمين قصدي هتبلكوا قدام انه ممكن تعدلوا الخطة شوية او ممكن تلقوها خالص فاتقلوا شوية اراية يعني صراحة والطريقين الحالة المادية زي ما قلنا يا جمعها متقلبة ومش ثابتة نخليه بدنا من الصرف ونصرف بالعقل خطة في صرف واحد اثنين ثلاثة دلنا محلاكم